افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح اليوم الثلاثة التوسعة الجديدة لمبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة كما افتتح سموه معرض مشاريع تخرج طلبة الكلية تخرج 14 للعام 2018-2019 والذي أقيم بالمبنى الجديد للكلية بوصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة إلى مقر الجامعة في حرم المدينة الجامعية ومصافحة كبار مستقبليه دشن سموه التوسعة الجديدة لمبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم والذي احتضن معرض مشاريع تخرج طلبة الكلية تحت شعار تخرج 14 بمشاركة 104 مشاريع للتخرج بداية تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة أعمال طلبة برنامج العمارة الداخلية والتصميم المبتكرة من التصميمات الفنية والمعمارية والتي تضمنت تصورات متطورة ورؤى مستقبلية للعديد من المرافق داخل وخارج الدولة تراعي البيئة والاحتياجات والاستخدامات المجتمعية بعدها وقف سموه على أعمال برنامج الفنون الجميلة التي ضمت لوحات متنوعة تناولت موضوعات فنية مختلفة قدمت نماذج للرسم الكلاسيكي والطباعة على الكنفاس والرسم بالزيت وغيرها وتميزت بأفكار إبداعية وحديثة للطلباء وزار صاحب السمو حاكم الشارقة ضمن جولته معرض تصميم الأزياء والمنسوجات والذي قدم الطلبة فيه العديد من النماذج المبتكرة من التصميمات للأقمشة بأنواعها وألوانها المختلفة عكست مستوى الدراسة القيمة والجهود العملية والتدريبات العالية ومواهب الدارسين من طلبة القسم بالكلية واختتم سموه جولته في المعرض بزيارة جناح برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة والذي قدم فيه المشاركون من الطلبة العديد من أفكار التصميمات وبرمجيات الوسائط التي عكست الخبرات المتعددة التي اكتسبها الطلبة خلال دراستهم لتقديم أفكار ترويجية وأعلامية وتسويقية متنوعة هذا وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية من الطلبة المشاركين في المعرض عبارة عن مجسم فني بعنوان الشارقة منابع العز للمباني المعمرية الرئيسية في الإمارة وطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على المرافق المتعددة بمبنى الكلية الجديد ضمن التوسعة الخاصة به وما يضمه المبنى من قاعات ومرافق متخصصة أنشئت وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال تكنولوجيا كليات الفنون الجميلة وملحقاتها المتنوعة والمتماشية مع دراسة الطلبة واحتياجاتهم التعليمية والتدريبية حضر افتتاح معرض تخرج 14 كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وسعادة محمد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وسعادة الدكتورة محث الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص وسعادة الدكتور حميد مجول النعامي مدير جامعات الشارقة والدكتورة نادية مهدي عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ونواب مدير جامعة الشارقة وأساتذة وطلبة الكلية